اشتركوا في القناة عالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالقاهرة حيث تم بحث تطورات الأزمة اليمنية وتعزيز التعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب اليمني بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في العيش الكريم هذا وثمن رئيس مجلس النواب اليمني جهود حكومة مملكة البحرين في تقديم كل دعم ممكن للشعب اليمني بما يساعد في الخروج من أزمته الحالية بالإضافة للدورة الذي تقوم به مملكة البحرين في طار قوات التحالف العربي في اليمن مستذكرا شهداء الواجب من أبناء مملكة البحرين الذين استشهدوا خلال قيامهم بواجبهم الوطني والقومي في اليمن بدورها عرب رئيس البرلمان العربي عن دعم البرلمان العربي الكامل لليمن ودعم كافة الجهود العربية والدولية التي تهدف إلى إيجاد الحلول السياسية للأزمة اليمنية ودعم وحدة اليمن واستقلاله وسيادته بعيدا عن التدخلات الخارجية ترجمة نانسي قنقر